السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقصبية المغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم الاثنين خمسة أبريل وبإذن الله سوف نقدم لكم التوقعات القريبة المدى والبعدة المدى والمدن المعنية بتساقطة المطرية النسبيا القوية بإذن الله التي سوف نقدم لكم إن شاء الله في هذا الفيديو المفصل فأولا أخي اغتداء كنت تشاهد القناة لأول مرة فلا تبقى العين بالاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فأي توقع بإذن الله ليوم الاثنين الفترة الصباحيا تكون أجواء نسبية مستقرة إلى قليلة السحب في معظم مراتق المملكة بإذن الله مع تقدم منخفض أطلس بإذن الله سوف إن شاء الله تدخل أمطار الخير في الأيام القريلة القادمة التي سوف نقدم لكم في هذا الفيديو ستعطي أمطار نسبية عاصفية على عدة مدن من الملكة سوف نقوم بدكريها في هذا الفيديو إن شاء الله فألمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تطلعوا إلى حوال التقصبية المغرب في الأيام القادمة فعلى العم ستكون أجواء مستقرة إلى قليلة السعوب ليوم الاثنين بالنسبة ليوم الثلاثة ستة أبريل فيحتمل بإذن الله كذلك أن تكون أجواء مستقرة إلى قليلة السعوب مع ظهور بعض السعوب نسبية الكثيفة خصوصا على الجنوب الغربي لأملكة محتمال بعض القطارات المطارية نسبية تبقى ضعيفة ومتفرقة أما بالنسبة للفترة بعد الزوال إن شاء الله فكذلك ستكون أجواء غائمة في المرتفعات الأطلس وكذلك الجنوب الغربي وأقصى شمال المملكة تبقى نسبية قد تعطي بعض القطارات الضعيفة والمتفرقة نسبية قطارات ضعيفة وكذلك مع هبوب رياح نسبية قوية على المرتفعات والجنوب الغربي لأملكة وكذلك ستكون أجواء نسبية غائمة في الشمال الشرقي بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فستكون أجواء نسبية غائمة إلى قليلة السعوب نسبة كذلك ليوم سبعة أبريل فيحتمل بإذن الله تكون كذلك أجواء نسبية غائمة في الجزء الشمالي من الملكة مع احتمال تساقطة أمطار نسبيا مهمة بإذن الله مع كذلك تقدم جبهات أخرى ممطرة بحول الله ستكون امطار حاضر ان شاء الله على المناطق التالية. ستكون امطار حاضر على وجده وبركان والناظر والدريوش الحسيماء يساقن وشفشاون بإذن الله ربما تصلوا حتى تيطوان ووزان وكذلك اه امطار حاضر على تهونات واكنول وكذلك توريد قرسي وتازا وتهلو فاس ومكناس وقريش ابو محمد وافران واسكورة مداز وامطار حاضر على هو الماس واخنا يفروض زم وخريبقوزا وتشيخو ابن ملان وقد تصلوا حتى تبانت وازيلال وكلمدين بإذن الله بعض الزخات المطارية فكذلك بالنسبة لباقي الاخرى فستبقى الاجواء والنسبة لصافية الى قريلة زحب. بالنسبة كذلك اليوم الخميس ثمانية ابريل فيحشمل بإذن الله فترة الصباحية تكون بعض الزخات المطارية على الناظر وكذلك بركان تبقى نسبة ضعيفة ومتفرقة مع تقدم جبهة اخرى ممتعة كما تشاهدون اخواني العزاء. اما بالنسبة لفترة المسائية من يوم آه الخميس فستبقى كذلك الاجواء مستغرة الى قريلة زحب مع تقدم منخفض او جبهة ممتعة بإذن الله ستؤدي الى امطار نسبة قد تكون عاصفية وستبدأوا بعض الزخاش المطارية بحول الله على السواحل الوسطى او المناطق السهول الغربية للملكة محتمال بعض الزخاش المطري على خريب قوة مراكش والرباط وكذلك بإذن الله تيطوان والعرائش. كذلك مع مرور الساعات ان شاء الله فتصبحوا هذه الامطار نسبة قوية اه على عدة مناطق ميناء الملكة بحول الله وستقون امطار حاضر على الحسيمة وتيطوان واصيلة وطنجة وسبتة وكذلك شفشاون وزان وامطار حاضر على اساقن واكنون وتاونات قراتبو محمد سدستيمان فاس امطار قوية نسبين وعاصفية على مكناس وفاس وافران والماس وكذلك سكور امتاز واخر افرا وزود شيغ وواتزم وابني من الله وامطار قوية كذلك على ازيرال وعملشيل واسور بإذن الله وامطار عاصفية كذلك على تبانت وقدير بوشيبة وابني من الله بإذن الله وامطار قوية كذلك على اتمانت وضعيفة على اوكيمد كذلك وامزميز وورززات بإذن الله واتين غير بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء غائمة الى قليلة السحب بحول الله بالنسبة كذلك مع مرور السعادة ان شاء الله فيتوقع بحول الله ان تكونوا بعض الزخات المطرية نسبين العاصفية خصوصا على المناطق التالية بإذن الله قد تكون مصحوبة مع عواصف رعدية نسبين قوية في المرتفعات على ايملشيل واسور بإذن الله والرشيدية والريش وكذلك ميدات وخنيفرة وكيكو وفاس وتازة بإذن الله والحسيمة وبابرد والناظر ستكون بعض الزخات المطرية المهمة بإذن الله كذلك على ورززات ومرزوقة وقد تصل بإذن الله حتى المناطق التالية عرفوت والرشيدية واسور بإذن الله وبعض الزخات المطرية على ميدلت وكذلك خنيفرة وزود شيخ وإفران وسكونة متاز وصفر ومكناس وفاس وتالة وكذلك امطار حاضر على وزان وإساغن بإذن الله بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فستكون أجواء غائمة إلى قليلة سعوب كذلك بالنسبة ليوم السبت عشر عبريل فيحتمل استمرار بعض الزخات المطرية على الشمال الشرقي للملكة باحتمال ماطل قطر الدعيف والمتفرقة على تازة وأمطار حاضر على الناظر الحسيمة والمناطق المجاورة بحول الله ستكون بعض الزخات المطرية على كيكو كذلك وأمطار حاضر على تالة وتونات وإساغن وبإذن الله الدريوش والناظر والحسيمة وربما تصل بعد قطرة المطرية حتى ميدلت وكذلك المناطق الريش والرشيدية نسبيا تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة بالنسبة كذلك الفترة المسائية فأي توقع بإذن الله استمرار أمطار الخير بعد الزوال إن شاء الله على عدة مناطق من الملكة على الناظر والحسيمة وبعد الزخات المطرية بحول الله على الدريوش وكذلك أكنول وكذلك توريرت وأمطار حاضر على قرسيف ووزان وكذلك تازا واتالة وعاطف وسكورة مداز وفاس وسيد سليمان وكذلك ستيعلات تازي ولللميمونة ووزان شفشاون العرائش عصيرة طانجة سبتة وتطوان والحسيمة بحول الله وبعد الزخات المطرية كذلك على الرباط والدار بيضاء وكذلك سلوى المحمدية بإذن الله وقد تصل حتى حتى برشيد وولاد فرش نسبين أمطار ضعيفة أمطار مستمرة ان شاء الله كذلك على ميدة هو اي ملشيل وخنع فروزة والشيخ وابن ملال وآسل وازيلال بإذن الله بالنسبة لباقي الماضي وخرف ستكون أجواء غائمة على العموم كذلك بالنسبة للفترة المسائية ان شاء الله فيتوقع بإذن الله أن تبقى أجواء نسبيا غائمة وتساقطة أمطار عصيفية وقوية على وجدة وجرادة بإذن الله وبركان وكذلك توريف والساكة والدريوش والناظر وبإذن الله الحسيمة وكذلك قرسيف وتازة وتهلا أمطار نسبيا معتادلة على سكولة مداز وإنفران ومكناس ومرتفاعة الريف فاس مكناس تهلا وقريش ابو محمد بإذن الله وتطلحاج أمطار عاصفي على كرام والريش وكذلك ميدة بإذن الله وأمطار حاضرة ان شاء الله كذلك على ميسور نسبيا قوية وكذلك أمطار حاضرة على أسول والرشيدية وإمشيل وتينغير وبعد الزخار المطرية كذلك على أبو علان بإذن الله بعد الزخار المطرية تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة مع تساقطة أمطار نسبيا قوية على الواجهة المتوسطية بإذن الله بالنسبة للفترة الليلية فيتوقع بحول الله ويحتمل أن تكون أجواء نسبيا قوية كذلك على الجيال الشرقية للملكاء معتما لتساقطة أمطار نسبيا قد تكون عاصفية على هذه المناطق إن شاء الله فنسأل من الله العافية فاما بالنسبة كذلك لفترة الليلية فيحتمل ان تكون اجواء كذلك غير مستقرة على اه ابو عرفة وبوعنان وعنشعير ستكون امطار قوية ومسحوبة مع عواصف رادية كذلك على عاطف وكذلك باذن الله اه اجرادة ووجده باذن الله وبركان والناظر الحسيم الدريوش وكذلك امطار حاضرة ان شاء الله لتالله وفاس وافران واحبي اهدن الله كذلك امطار حاضرة على اخنا افران وزوج شيخ بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء نسبيا اما الى قرية تسعوب كذلك بنسبة اليوم الاحد ان شاء الله فسوف تستمر بعض الزخات المطارية نسبيا تبقى الضعيفة والمتفرقة على اقصى شمال المملكة نسبيا ضعيفة ومتفرقة بالنسبة كذلك للفترة المسائية فستكون بعض الزخات المطارية على الواجهة المتوسطية ومرتفعية الريف نسبيا تبقى امطار نسبيا ضعيفة ومعتدلة محليا اما بالنسبة اليوم الاثنين ان شاء الله فيتوقع يستمر بعض الزخات المطرية بحول الله. على عدة مناطق من الملكة خصوصا منها اقصى الشمال الشرقي للملكة والشمال الغربي نسبيا تبقى مطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم التلاتة عشر ابريل فيحتمل باذن الله. ان تعود الاجواء نسبيا مستقرة الى قليلة السحب باذن الله. وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.